للمزيد من التحليل والمتابعة ضيفي من واشنطن الدكتور عسام اسكندر المحلل والسياسي دكتور من وراء هذه الحملة ديمقراطيون ام اخرون يعني دعني احيي حضرتك في البداية وسادة مشاهدي قناة الغد بالتأكيد كل رئيس له معارضين وترامب ربما يكون الرئيس الاكثر معارضة منذ ان جاء في عام الفين وسبعتاشر ولا ننسى انه في اول اسبوعين من رئاسته قدم اكتر من ستمائة الف مواطن امريكي عريضة الى الكونجرس للبدء في عزل ترامب دعني اقول لك ان شخصية ترامب هي التي تحدد التعامل معه كرئيس هو يجيد الابتزاز والضغط والتهديد وبالتالي هذا الاسلوب بيرد عليه بنفس الصيغة بان ترافقه سحابة من التهديدات باستمرار بعزله كلما حاول ان يتجاوز خطوط معينة تتحرك بعض القوى ممن دكتور الديمقراطيون كما يقول هو ام هناك حالة من هذه الرغبة في الشارع الامريكي تجاه عزل دونالد ترامب هذا سؤال زكي جدا دعني اقول لك ان هناك توافق ما بين معظم الديمقراطيين ومعظم الجمهوريين داخل الكونجرس بمجلسيه على ان تظل هذه السحابة ترافقه وليست المسألة ديمقراطيون فقط والدليل على هذا ما حدث بالامس مع المكسيك هو ان ترامب وافق على خمسين في المائة فقط من الاصلاحات التي طالبها من المكسيك وبالتالي هناك تراجع وهناك شعور من قبل ترامب بان هذه التهديدات ليست عبسية وانما يشارك فيها جمهوريين مع الديمقراطيين من المسؤول عن العزل دكتور؟ من المسؤول؟ أليس مجلس الشيوخ غالبيته من الجمهوريين دكتور؟ وهذا يفتح بابا كبيرا للسؤال ما الهدف من وراء هذه الحملة؟ التشويش فقط؟ التأثير السياسي السلبي؟ منع دونالدو ترامب من اي ولاية جديدة؟ علما بان الامر يأخذ وقتا ربما اكثر من عام دكتور عصاما ليس كذلك؟ والانتخابات في عشرين عشرين؟ نعم هذا صحيح مئة في المئة ودعني اضيف لما قلته لان ما قلته مهم جدا ان ترامب لوح بامرين غاية في الخطورة هنا في الداخل الامريكي الامر الاول هو ان اي محاولات للبدء في عزلي سيصيب لاقتصاد الامريكي بالانهيار وهذا هو ما يهم الناخب الامريكي والمواطن الامريكي اساسا الامر الثاني هو انه لوح بامر خطير اخر وان هذه الاجراءات ممكن ان تحدث انقساما في المجتمع الامريكي الذي هو مهيئ الان لحالة من التردد ما بين الفريقين ولذلك هو يلاعب ويداعب من يتهمونه باسلحة ربما تكون اخطر دعني اقول لك ما يهم الامريكي العادي هنا هو التأمين الصحي هو الضرائب هو الخدمات التي تقدم له وليس ما يشيعه السياسيين الفوقيين في علاقتهم بترامب وهل هم معه او هو ضده اما مسألة عزله فهي مسألة مستبعدة على الاقل للوصول الى الفترة السنية شكرا جزيلا ضيفي من واشنطن الدكتور عصام اسكاندر المحلل السياسي شكرا جزيلا دكتور عصام على كل ما تفضلت به شكرا جزيلا دكتور عصام على كل ما تفضلت به